من وسط حارة النصارى يبرز هذا الحانوت بأجوائه وزينته الميلادية ويفتتح أبوابه في موسم الأعياد وحسب فيثبت أن البيع الموسمي قد يكون مجديا للتجار حتى وإن شهدت أسواق البلدة القديمة ركودا على مدار العام في حارة النصارى داخل البلدة القديمة يقع هذا الحانوت لصاحبه سمير قطين ليفتح أبوابه فقط لبيع مستلزمات الأعياد المسيحية وفور انتهاء هذا الموسم وانقضاء احتفال آخر طائفة بعيدها يعود ليغلق أبوابه طيلة أشهر العام هنا تخصص لكريسماس يعني نفتح شهرين بالسنة كل 11 وكل شهر 12 لنص واحد تقريبا بعد ما يخلصوا كل الطوائف المسيحية جميعا كل واحد معني بكريسماس ويريد يعيد ففيش غير هذا المكان بيجوا عليه بيجأوا له يعني بيجأوا كل طلباتهم من الصغيرة إلى الكبيرة يقبل قطين بربح شهرين نهاية العام يسدد منها الفواتير والضرائب المفروضة على كل تاجر في البلدة القديمة فلا يقبل بتغيير تخصصه في شهور العشرة الباقية من العام وإن كان الأمر يعتبر تحديا في مدينة يعمل تجارها لعام بأكمله ولا يستطيعون استفاءة ديون المتراكمة عليهم فتجده معتدا بما حققه طيلة أربعين عاما من الخبرة في التعامل مع زبائنه وإرضاء أذواقهم والوضع في البلد زي ما أنت شايفه يعني مش سهل البيع صعب قليلة يجو ناس وواره هيك عشان إحنا الوحيدين هون نبيع كريسماس وهيك فأو يخص هذا المحل لكريسماس ومن البيع تاكريسماس بسد الأرنون تاعته فن وخبرة وتخصصه قد يكون ما تحتاجه في القدس لتزدهر تجارتك وهذا ما أكده قطين وابنه من خلال تخصصهم بمستلزمات الأعياد دون غيرها فبرغم الوضع الاقتصادي الصعب والأوضاع السياسية التي تتحكم بالقوة الشرائية إلا أن هذا الحانوت كان خير مثال لتجارة متخصصة ومربحة في البلدة القديمة لبرنامج القدس راما يوسف قناة الغد القدس المحتلة